نوعان أو ثلاثة فقط من التحاليل الطبية تستقبلها الطبيبة رحمة في المختبر الخاص بالجمعية اليمنية للثلاثمية والدم الوراثية طلبات التحاليل كثيرة وأعداد المرضى في تزايد لكن تجهيزات المختبر تواجه أعباء إضافية مع انعدام المحاليل كما تقول نستقبل كل حالة باليوم تقريبا ما يحاول من سبعين ثمانين ونحن نعاني فعلا من نقص المحاليل نعمل لهم طحصة ثلاثة الباقي نحوله مختبرات خارقية ما نقدرش يعني ما تقول ما فيش الدعم هذا كالآن للقسم المختبر المحاليل عندنا استنزف كبير على الطلبة للبحوصات المحاليل المخبرية منعدمة والأدوية اللازمة لمرضى تكسر خلايا الدم بأنواعه غير متوفرة التجهيزات والموازنات التشغيلية في أدنى مستوياتها وهو ما يدفع ثمنه مئات المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية والذين تتفاقم معاناتهم في ظل الوضع الراهن الجمعية ومراكزها العلاقية تمر بظروف قاسية في هذه الأيام نتيجة نقص في الأدوية الأساسية ونفاذ بعضها أيضا نفاذ كثير من المحاليل المخبرية والمستزمات الطبية الإحصائيات تشير إلى ما يزيد عن ثلاثين ألف مريض بتكسرات الدم الوراثية يتوزعون في مختلف مناطق اليمن في ظل غياب شبه كلي للتوعية بهذا المرض وأسبابه ومخاطره نداءات متكررة أطلقتها الجمعية اليمنية لمرضى الثلاثمية والدم الوراثي لإنقاذ المرضى فأوضاع الجمعية تزداد صعوبة في ظل شح إمكانياتها ونفاذ مخزونها من الأدوية والمحاليل المخبرية الأمر الذي يهدد مئات المرضى بالحرمان من الرعاية التي يحتاجونها خليل القاهري العربي صنع ننظم إلى الآن من صنع جاميل الخياطي مدير الجمعية اليمنية لمرضى الثلاثمية والدم الوراثي أهلا بك سيد جميل في برنامج صباح جديد الجمعية دقت نقوس الخطر هذا بعد سنوات طويلة من إعلان منظمة الصحة العالمية بأن محاربة هذا المرض في اليمن أصبح بمثابة المعشزة قرمنا أكثر من الوضع لديكم في البداية صباح الخير عليك وعلى مشاهدية العربية العزاء في ربوع الوطن العربي الكبير والعالم وأشكركم على استضافتنا لهذا البرنامج لعرض قضية مرضى الثلاثمية والدم الوراثي في اليمن طبعا في بلادنا كما يعلم الجميع ثمان سنوات من الحرب ونعاني معاناة شديدة جراء انعدام الأدوية الأساسية لمرضى الثلاثمية وأهمها أدوية سحب الحديد وكذا أيضا انعدام المحاليل المخبرية ومركزنا العلاجي في صنعاء وبالحديدة هذان مركزان يعني رئيسيان يهتمان بهؤلاء المرضى إذ أنه لا يوجد مركز حكومي متخصص لرعاية هؤلاء المرضى حتى اللحظة للأسف الشديد وانعدام الأدوية للأسف الشديد يهدد بحياة الكثير من المرضى فأدوية هؤلاء المرضى هي أدوية رئيسية يستخدمونها بشكل يومي ومستمر وإذا عدمت تؤدي للأسف الشديد إلى الوفاة وخلال الأيام الماضية للأسف الشديد غادرت من أثنتان من الفتيات في عمر الزهور وذلك بسبب انعدام الهيدروكسيوريا هذا العلاج هام جدا لمرضى الأنيمية المنجلية عما قريب للأسف الشديد أدوية سحب الحديد على وشك النفاذ وهذه الأدوية إذا لم نسارع في إيجادها للمرضى فسيكون هناك تأثير على أجهزة المرضى وعلى أجهزة الأطفال الأساسية كالقلب والكبد والطحال والكلا أيضا فهنا للأسف الشديد وجهنا عدة نداءات لأكثر من جهة في الجهات الرسمية والمنظمات العاملة في البلد ولكن خلال عام 2022 لم تتلقى الجمعية حتى اللحظة ولا مراكزها العلاجية أدنى دعم سواء كان في الجانب العيني أو المستلزمات الطبية التي نحتاجها في مختبرات الجمعية التي تعمل بشكل يومي نعم سيد جميل أسألك أيضا هنا المستلزمات الطبية والحال المخبرية هامة جدا كما ذكرت للمختبرات الجمعية لأننا نعمل بشكل يومي وتقدم الخدمات لهؤلاء المرضى مجانا لأن في الأسرة الواحدة يوجد أكثر من مريض أسر كثيرة جدا تأتي من مختلف المحافظات اليمنية خاصة الكريبة من عاصمة صنعاء وقبلتهم هي المركز العلاجي لمرضى 300 في صنعاء ونأمل أن يأتوا هؤلاء المرضى وأسرهم المكلومين الذين يتحملون عناء السفر والتعب الكبير حتى يصلوا إلى مركزنا العلاجية يجدوا الخدمة المقبولة والمأمولة التي تخفف عنهم الكثير وتخفف عن أبنائهم آلام هذه الأمراض المزمنة التي تنهش الطفولة وتهتك بأجسام ضعيفة لا تكوى على تحمل مضاعفات المرض وانعدام الأدوية الأساسية الهامة والخاصة بهم هل تسمعوني سيد جميل؟ يبدو أن سيد جميل لا يسمعوني على العموم أشكرك جدا من صنعاء سيد جميل الخياطي دير الجمعية اليمنية لمرضى فلاسيميا والدام الوراثي ترجمة نانسي قنقر